إخوتي يا خواتي أبناء تونس العزيزة كيفاش ممكن نصدقه نقبله أنه توانسة يصوته بنسبة أكثر من 90% الرئيس في فترة الحكم المطلق متاعه كل مؤشرات الاقتصادية والاجتماعية حمراء والبلاد شهدة انهيار شامل تقريبا في كل المجالات من ناحية نسبة الفقر ونسبة تدين أسري وهجرة الشباب والكفاءات الوطنية ونسبة التضخم ونسبة شركات متوسطة والصغرى اللي أغلقت أبوابها ونسبة الجرائم والاعتدادات على الأشخاص والممتلكات كل هالمؤشرات في ارتفاع كبير ومخيف من ناحية أخرى نسبة النمو اللي نذكر أنه ما جاوزتش 0.6% العام هذا والمقدرة الشرائية وصورة تونس في الداخل والخارج وثيقة في الدولة ومأسوريها ونسبة تفائل وإعمال في المستقبل والخدمات الصحية ومستوى التعليم اللي لكلها في تراجع كبير أنا ما انتظرتش الحلقة الأخيرة من المسرحية التعيسة باش نطعن في شرعية المسار الانتخابي دفعت إلى أقصى حد على حق التوانسة في انتخابات يتوفر فيها الحد الأدنى من النازاة والشفافية ولكن وقت اللي شفت اللي المنظومة تعتدي على القضاء العدلي وترفض قرارات القضاء الإداري وتستهيم بدولة قانون المؤسسات وتغير القانون الانتخابي أيام قبل الانتخابات وتحول المعركة من الصناديق إلى المحاكم والسجون قررت وقتها التعن في الانتخابات وما ستفرز من النتائج وقمت بالإجارات القانونية اللي أسمى في هذا الصدد وعلنت أكثر من مرة عدم اعترافي بالنتائج وبشرعية من ألغى المنافسة وفرض خيار واحد وبطبيعة الحال وانسي جامعا مع هذا الموقف قررت عدم المشاركة إخوتي أخواتي أبناء تونس العزيزة كما أغلبية التوانسة كنت نتمنى الانتخابات هذه تحكي على برامج وحلول لكل الصعوبات اللي تمر بها بلادنا وكيفاش الرجعوا الثقة في تونس ومستقبلها لكن هذا ما صارت للأسف وضيعت المنظومة على بلادنا فرصة لاختيار الأفضل وتحسين الأوضاع رسالتي الأولى نحب نواجهها للناس اللي اختارت عن قناعة تصويت وحاولت تبدل بالصندوق وتوقف نزيفة شعبوية نقول لهم ما تستسلموش للإحباط والانهزمية ما عندكم شي عليش تحشموا انتما انتصرتوا للحق وشرفتوا بلادكم وتحديتوا المنظومة وزدتوا وعريتوها وكشفتوا أكثر خداحها وزيفها ونحب نذكركم أن أصواتكم هي أكثر من مرقة في الصندوق هي التزام بمواصلة النضال السلمي والمدني والديمقراطي إلى حين يسترشع شعبنا حقه في تقرير مسيره وفي اختيار الأجر بقياده وإنقاذ البلاد وإصلاحه رسالتي الثانية نتواجه بها لمن صوت فعلا للرئيس المنتهي وليته بغض النظر عن مدى صحة الأرقام المعلنة عنها احنا مناش كيمة المنظومة باش نفرقوا التوانسة ونخونهم الكل تونسي حق الاختيار ورغم أن الكثير منهم صوتوا للشعبوية كانوا عرضة للخداع والمساومة بالترهيب أو بالترغيب ورغم أنه ما كانتش عندهم الفرصة باش يقارنوا ويختاروا على أساس المشاريع والبرامج والحلول والمقترحات ولكن رغم هذا الكل ممكن يكون فيهم من صوت باقتناء نحب نقول لهم هذا حقكم هذه بلادكم زادة وما يخونكم حد ولكن في نفس الوقت نذكركم أن أصواتكم أمانة في رقبتكم ما يلزمكمش تعطيه السك على بيار وتغفلوا على بلادكم يلزمكم تقوموا بواجب الرقابة على المنظومة اللي صوتوا لها وكيف تأكدلكم كذب وزيف وخداع واجب عليكم تحاسبوا وما تكونوا شركاء في الجريمة ضد الوطن والباب يبقى مفتوح أمامكم باش تلتحقوا بمشروع الإنقاذ والإصلاح اللي يسعى التوانسة كلهم وأخيرا رسالتي للشعب التونسي الأبي حقك ما ناش مسلمين فيه كلفنا ذلك ما كلفنا الشعبوية لن تدوم بإمكانكم تغيير المسار الانتخابي ولكن ليس بإمكانكم تغيير الواقع وغدوة وقت اللي يستيقظ برشة توانسة جواعة وما يرقاوش باش يسدوا احتياجاتهم الأساسية وقت اللي يستيقظ برشة أمهات ويفقدوا أولادهم اللي يهجوا من البلاد وقت اللي يستيقظوا توانسة باش يشدوا صف على مواد أساسية مش متوفرة وقت اللي يستيقظوا مدن أخرى ترقى رواحة حولت إلى عام روج بنيانة جديدة وقت اللي ما يرقاش المرضى الدواء اللي يستحقوه وقت اللي يستيقظ توانسة ويرقاو رواحهم بطالة لأن المؤسسات اللي يخدموا فيها قيدة فلسة وقت اللي يستيقظ توانسة وما يرقاوش الضو الماء وقت اللي يستيقظوا ويرقوا الديون زادت ثقلت عليهم وهذا ما نتمنوهش لبلادنا ولكن مع الأسف هذه حقيقة الشعبوية ومنظومة العجز والفشل البارح واليوم وقدوة وقت اللي توانسا يستيقظوا ويشوفوا اللي شي ما تغير بل بالعكس الأمور زادت سوء ويفهموا أنه ما يمكنش يعيشوا خمسة سنوات جديدة في كابوس كما هذا وقتها تزيد تتأكد حاجتهم لمشروع إنقاذ وإصلاح وانتخابات حرة ونازيهة وديمقراطية رب يحفظ بلادنا